موضوع حقيقة مهم ويمكن أنا أنا من أتكلم عنه أنا يعني أنفوضني ما أتكلم عنه لأن أنا مقصر فيه أصلا لكن هو الإنسان جيد أنه يتذكر يستحضر يراجع نفسه اللي هو يا أخواني كيف الإنسان يتعامل مع من قطعه طبعا من قطعه مو بشرط أن يكون ترى صديق ترى ممكن أخ ترى ممكن أخت ترى ممكن خال ممكن خاله ممكن عم ممكن عمه ممكن ممكن بل أنه في قطيعة بين الإبن والأب صح في قطيعة بين خلنا نقول الرجل إذا تزوج مثلا وقطيعة مع أهل مثلا ما يسال عنهم كمثال كيف أن الإنسان حقيقة أنه يتعامل يعني خلنا نقول دائما يقولون صراحة هذا اللي تردد في المجالس وصح حولي أن الواحد لا منه تزوج نساهله وشراك فيها المقولة غير صحيحة ممتاز أنا أقول صحيحة بس عند بعضهم البكر بعضهم ضعيف نفس بعضهم ردي صدق والله من أم تزوي يقطع حالك ومرات تامحني مرات ترى يكون طيب ها الرجال الطيب بس عاد يعني تاخذ هالدنيا وكذا ايوه والدينك ثم والدينك ثم والدينك كل مرة يطب الأمر اللي بتأخذك عن والدينك بتقطعك عن والدينك الله الرسول محلل غيرها ثلاث جميل أسمعك بالصوت ضعيف مرة مرة ضعيف الصوت بالقوة أسمع أسلم بحسر حال أنا أبي رأيك أنت هل أنت مع فكرة أنه اللي يتزوج يبعد عنه هلا؟ لا والله لا والله ضدها بقوة مو بيعني تأيده أو لا هل تشوف أنه فعلاً اللي يتزوج يصير بعيد عنه هلا؟ الحالات اللي تشوفها أحياناً المهبة غالبة جميل مبارك أكثرهم كذا صراحاً أكثرهم؟ نعم جميل أكثرهم يعني إذا تزوج يبدا ينسى بس فيه بعد وفيه بعد بعض الأحيان يبتعد عنهم يقطع فيهم ما عاد يجيهم إلا في كل أسبوع مرة ولا أعياد أو في الأعياد أو في كذا هذا مهب صحيح أما الواحد يبتعد عنه أما دوام أما شغل أما شيء معدول لكن لازم لها ردة لأمه وابوه لهم حق جميل إذا تواصل معهم ويصل لهم في زينة عايزة ما تواصل على قلب التلفو كل يوم تصل على أمه وابوه تمام أحياناً تصير وصارت كجرة الأكثر الأكثر منها صارت يعني الأكثر من اللي يتزوج ينسى يجي بس إنه ما يصلح وأنا قدام ممتاز أنا بجيكم بسؤال ثاني سام شرايك تبقى سمعت السؤال طيب دايماً يتردد عبارة إنه اللي يتزوج يقطع أهلا أو ينساهم أو أو طبعاً مبلع أنه ما يبيهم اه إما إنشغال ولا 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 مرات تقولون زوج تغيرت مرات تشعر من هالسوالف أنا أشوف إنه كثرت المجتمع بس أنا بالنسبة لي ما أأيد الموضوع لا لا هو التأييد ما توقع أحد يأيد لكن أنت تشوف إنه فعلاً يتزوج منه الأكثر ينسى الأكثر ينسى ويبتعد بس أنا أشوف إنه يتظري إنه لازم يجي شيء بعنا حتى إذا ما قدر يجيهم أو بعيد منهم إنه بالاتصال يتصل عليهم ممتاز طيب سؤال ثاني اللي بعيد عن أهله خلنا نقول مثلاً مدينة ومدينة تشوفون إنه كل كم لازم يكلمه يعني جعلك تسلم أسلم أسوان والد أو والد كل يوم ما يخير كل يوم لا ما في خير للناس حتى بنت الناس إذا وجدت الرجاء شفت ما في خير لله لها دارت ما في خير لله بكرة واللي بيخليها تمام هاي حسين أما كلام مليون أنه كل يوم يكلمه كل يوم صبح على صوته ويمسي على صوته ها لا شكرم علي رسبيت على كلمه كل يوم كل يوم تمام هاي شبا كل يوم كل يوم كل يوم كل ساعة كل ساعة شراي لو واحد أنت تزوج وصار هون في مدينة ومثلا والدة والت في مدينة ثانية خلنا نقول لحد الأدنى اللي لازم يكلمهم كل كم والله شوفه تبه الصدق ولا أعطي لا أنا أبي الصدق أبي الصدق أبي الصدق الصدق على حسب بعضهم يطعمهم والله بعضهم ما يكلم من الأسبوع وبعضهم يطعمهم طيب أنتو وش رأيك أبي ودي نكلمهم كل دقيقة لا مو أبودك أنتو وش اللي تشوف الصح الصح نكلمهم شبه يومي شبه يومي طيب السؤال يا شباب كلكما اتفقتوا على شبه يومي الواقع الواقع خاننا نقول طبعا عندما نقول الواقع بم معنى نتكلم على الأكثر لا نتكلم على اللي حنا عشناهم وشوفناهم صح أو حتى نقيسهم على أنفسنا عشان بعد ما نبعد كثير هل فعلا نحنا كل يوم نكلم لا يا سلام احنا لما نتكلم نقول المفروض صح أنه يومي طيب اي ام يتكلمني لمن طلعت كل يمكن ساعة كل ساعة ونص هي تكلم كلها أنت تتكلمها اللي يتكلمني لأني أنا اللي طالع من ما أخذ ساعة شاعة ونص اللي يتكلمني وين أنت علومك كيفك طيب يعني أنت في نفس البيت بس تسلح مطلعا لا 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 اي أنا كل يوم أنا ربيل عندها واصبي عندها أها تلا طلعت مع أخوياي ولا طلعت كل ساعة ساعة ونص تطمة ولا تراسني وينك كيف أمورك أسا ما صار عليكم شي أساكم شي زين جميلة فالمفروض أنه نحن اللي مبادر نحن مقصري طيب وش رايكم في اللي يقول لو عودت أني كل يوم أكلم ثم جا يوم ما كلمت يعني بيأخذون بخاطرهم لأنا عودتهم على كل يوم شرايكم لا ماهم أخذهم بخاطر أموك أبوك بالعكس بيقولوا هاو شفيه اليوم يمكن ما أدق علي يمكن أن تعبوانش هم اللي بيدقون علي إذا ما أدق عليهم يوم راح يدقون هم اللي بيتتصلون هم اللي بيتتصلون جميل أبطلك طلب قلتام أبك ترتاحتك خلانهم استنسيك جعلك تسلم شوفي الرابع اليوم صار كده في قسمين قسم واحد هو أصلا من شغله بنفسه وملتهي بعمرة لكن في نفس الوقت يقولون والله زوجته هي السبب صح؟ صحيح نشوف هالشي ولا ما نشوفه؟ هلا نشوفه الثاني هو فعلا زوجته مؤثرة عليه فيصير التهمة عليه هو مباح للزوجته قد صير السال فعكس وش طريقة التعامل الصحيحة؟ يعني سامحني خلنا نقول مثلا سؤال اليوم كيف اني انا اقنع مثلا الوالد او الوالدة او حتى الاقارب انه تكسير هذا اللي صار تراه بسببي انا بسبب انشغالي وايش الحل المناسب؟ شوف لا تقول لي الحل انه كل يوم اتصل لا يعني ايش الخطوات اللي يسويها عشان انا اوصل لمرحلة انهم يرضون ومرحلة انه انا ما اقصر في نفس الوقت من اللي عنده جواب؟ عشان مبكي اللي سؤال يدور بالنسبة للاشغال وديك دقيقتين مهم وخدم من شغل لازم اتكلم ما معك فكه بعضهم يقول انا انشغل ثم اقول اذا طلعت بكلمه ثم انسى ما عنده عدر هذا اذا انسى هذا من علامات القصور انت مقصر شوف هو مقصر احنا متفقينه مقصر بس شلوان اتجاوز هالتقصير قالوا في ذهنك 24 ساعة هم هم غيبين عن ذهنك لكن الدنيا تشغلك لانت متهدارا ااتجاوز هالتقصير اهلك يشغلونك عندك مقازي عندك دوام عندك كل شي هم عادرينك اهلك بيأمك بيعدرونك لكن الناس اللي ام هم بعادرينك اللي حولهم ولدك تكلم كل يوم لا والله ليوم ما اكلمني بعد يوم يومين شدوه بعد نشدو الشائب ولدك تكلمك لو والله ما اكلمني었는데 عندلächst يوم ولا يومين في الناس اللي بيقوا مرتها اللي غيرتها ولا أبوك و أمك ما هم قايلينه شوان شنوان؟ شوان الشبان يغطوا عياله. هل قال قال قالوا بالله أكلموا عاي صادق صح؟ بعضهم مش بعضهم لا بعضهم بعضهم يعدلونم بسوط هو شراية كلمة الشبان؟ أحد عندي تعليق أنا بالنسبة لي والله ما أنا بتزوج ولا أدري عن شيء لا بشاكت شوف في الواقع مبارك متزوج ويمكن الشعر هذا هاي مبارك اجاك مثل هالكلام نعطل العلم مدفع عندها جنتين أنا البيت ليس بعيدا من الأحيان كل يوم توصل لهم ما شاء سأعطي بين البيت كل يوم موجودين وإذا لم أصلتهم يوميا أدق عليهم وإذا انشغلت هي والله اللي تدق الواعد بعض الأحيان والله أني ينشغل في الدوام ووجيه وتعبان وهاه ولا أخذت لي يوم ما كلمت ولا شيء يكت وينك اليوم تمام حاضر طيب السؤال الثاني بعيد عن مسألة اللي متزوجينها يا مرحبا يا مرحبا